كلمش لاعب أنا بكلم يعني اسطورة ده رقم واحد رقم اثنين بكلم شخص ينتمي لقصة السلاح لدور إداري جوالاتحاد فأكيد عنده فيجن للأولمبياد بتاعة لوس أنجلوس شغالين على ده ولا مستنين تعدوا باريس وبأكيد اشتغلوا أول خطوة بدأنا يعني نكلم مع سلاح الشيش أول خطوة بدأنا كان أن احنا نسابورت لاعب يدخل الفريق الكبير وكان سنه 15 سنة فدي كانت أول خطوة اسمه عبد الرحمن طلبة عبد الرحمن طلبة مزبوط والاتحاد دعم الموضوع ده وطبعا والده والدته هم اللي هم الفضل الأكبر والنهار ده هو من القوام الأساسي للفريق دلوقتي بقى باطل عالم تحت 17 سنة والعيب قوي جدا 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 دلوقتي بقى عنده 17 سنة يعني لسه يبينعب تحت 17 وبإذن الله هيشارك في الأولمبياد فالقرارات ما كانتش أن نطلع بالفريق الموجود وخلاص لأ كان فيه شغل كبير عبد الرحمن طلبة رقم اتنين من على اليمين اللي هو في النص من ناحية اليمين باين ان هو 15 سنة بس بص يعني وشه فيه ويلنج فيه رغبة يعني عارف انت بتحس انه سعيد انه لا احنا احنا أسرة برضو يعني هما أصبر مني بشوية بس بس احنا نعرف بعض من زمان جدا يعني عبد الرحمن نعرفه عنده خمس سنين لا لا ووالده يعني انت شغل بصدقته برضو يعني كلنا أسرة واحدة وبعد كده عملنا فيه أولمبياد دكار 2026 ويمكن احنا من أول الاتحادات ويمكن أقول في على مستوى العالم ان احنا حطينا فيجين ويمكن الاتحاد دا دورته من 2000 لحد تنتهي ب 2024 لكن اتعامل المنتخب لدكار بنعده لتحت الأولمبياد الشباب 2026 كان المنتخب ده موليد 2009 2010 2011 واشتغلته على ده وبدأنا الكلام ده سنة 2022 في بداية 2022 قبلها بربع سنين هولا البطولف 26 مزبوط بدأنا بربع سنين والحمد لله أصمارت على العيبة برضو جديدة طلع بحيث ان احنا عايزين نعمل استمرارية استمرارية وعلى المستوى برضو الهندية والهيئات فيه عيئات جديدة دخلت دخلت سلاح لعبة مكلفة برضو يعني ازاي والسلاح نفسه والبصات اللي بتاعبه عليه لعبة مكلفة والتولز والأكويمينت لان انت عندك يعني الحاجات الحديثة بتاع التوتش ان هو يبقى الحاجات دي بتتوفر موجودة والله يعني هو في الاخر الرياضة استثمار طبعا والأهل بيستثماروا في ولادهم والنادي بقى استثمار في لعبته وكذلك الاتحاد والوزارة واللجنة أولمبية لما النهاردة يكون فيه نتائج اذن ده استثمار ناجح ولما يبقى فيه رعاية ويبقى فيه هيئات جديدة يبقى ده استثمار ناجح فالحمد لله ده متوفر في رياضة الشيش من سن صغير للعبة كبيرة وبرضه السمر اللي في الآخر يعني الولاد كلهم نجحين جدا دراسيا وعلى مستوى للشهر حاجات كتير خريجي لا قولي ليه ليه دايما أنا قلت في وشت الكلام قلت الناجح ناجح في كل شيء الله هو أكبر حتى ردودك ردود شخص يعني عاقل متزن عارف وبيقول ايه خريجي يا كبت من درست ايه والله هندسة وبعدين هندسة ليه كده بس والله جامعة اسكندريه جامعة اسكندريه كسو ايه طيب قولي لا تعالي لا 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 بس خلي بالك أنا مهندس فأنا برضه يعني بعد كده اللي هنلمس مع بعض أنا كنت في كلية هندسة دخلت سنة 2008 ما شاء الله تمام وبعد كده 2010 يعني احترفت رياضة الشيش فكان طبعا مستحيل صعبة مع هندسة أنا كمان يعني أيام الفترة دي كنت برعب ما كانش فيه فريق يعني ما كان موضوع على التدريب لا كان التدريب خارج مصر والمدرب خارج مصر فكانت الموضوع صعبة طلعت فرنسا ودرست عالم التدريب بشهادة اسمها ماتر درب ثم بعد كده رجعت مصر بعدها ودرست لوجستيكس حبيت ان اخرج شوي بره مجال الرياضة واتعلم في أكاديمية بحرية حبيت ان اتعلم برضه حاجة ومجال جديد فأدني وبعد كده طلعت الامارات بعد كده قاعدت فرنسا أربع سنين وبعدين قاعدت مصر وبعد كده روحت الامارات سنتين ثلاثة برضه خدت خبرة خبرة كبيرة كان في نادي الشرق الرياضي درست حاجة ولا لا؟ لا لعبت واشتغلت يعني الاتنين في نفس الوقت برضه ديتني خبرة كويسة وبعدين كابتا عبد المنع المشكور والاتحاد الموقر برضه كلمني وللأولمبيات يعني كان الكلام ده بعد توكيو فكلموني ورجعت وكانت خبرة كبيرة قوي يعني استفدت منها كتير جدا 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 السنتين دول على يعني برضه فيه فرق ما بين الملعب والجزء الإداري طبعا لأن صناعة القرار واحد ممكن وهو بيلعب مش عارف بتيجي ازاي فالخبرة ده لقرار مش بتاعج انت بتاخد قرار لغيرك مزبوط فالنهارده الموضوع بقى فكرة تانية وشكل تانية بس أنا عايز أروح لحتة معينة يعني أسطورة زي الكبيرة يعني وخليني دايما نعيد وزيد وأقول صاحب المدالية الأولمبية الوحيدة في الشيش وده كان حدث ضخم جدا احنا مكناش مصدقين يعني احنا كنا بعيد خالص الشيش ايه اللي تجيب مدالية الأولمبية ده احنا كنا حطين دماغنا في حتة تانية خالص طيب اللعيبة تتعامل معاك ازاي يعني أنا بتخيل الصورة اللي ما جات معلش يا جماعة ريدوا الصورة تانية لما جات الصورة أنا شفت أجيال مختلفة وقفة وقفين جنب أسطورة لا مش وقفين جنبه بقى كحق يعني كأهو كإداري لا ده بيلعبوا معاك طيب بيتعاملوا معاك الثلاثة ازاي لا احنا يعني حسب حسب الوقت برضو هم الولاد كلهم يعني محترفين والاحتراف بالمناسبة مش مش فكرة عقدة أو فكرة احتراف فكر لا من دالتي من دالتي فإحنا في عارفين ما بدأ ملعب وقت الملعب وقت الملعب وقت التدريب وقت التدريب وخارج اللعبة والتدريب إحنا كويسين جدا